اشتركوا في القناة وكتبت الصفحة الكاميرونية عبر تويتر ان حادثة التدافع خلفت حوالي عشرين مصاب بعد التدافع لدخول ملعب أولمبي بالعاصمة يا ويندي قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف ضد جزر القمر وتأهل منتخب الكاميرون الى دورة السمانية بعد الفوز على جزر القمر 2-1 وخسر منتخب جزر القمر بهدفين الهدف امام الكاميرون اليوم الاثنين في الدورة 16 من كأس امم افريقيا 20-21 اعزاء المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم اشكركم على حسن المتابع دمتم بامان الله والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته